المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة المعارضة السورية ماما معضلة تشكيل وفدها للمفاوضات اعتراض على تشكيل المبعوث الأممي للوفد وإقرار بصعوبة الاتفاق بين الأطياف كافة فما هو الحل؟ مع انطلاقة عهد ترامب تل أبيب تعلن عزمها على بناء الاف الوحدات الاستيطانية في الضفة فهل يواجه الفلسطينيون الخطر الإسرائيلية مجتمعين؟ مرة جديدة تقف المعارضة السورية ماما تحدي إثبات قدرتها على الاتفاق على برنامج عمل واحد وتشكيل وفد واحد لمفاوضات الحوار السوري وكذلك تحدي إثبات أنها قادرة على تخطي ضغوط الخارجية وخلافات الدول الرعية للمعارضين أو للمجموعات المسلحة والزمان موعد مفاوضات جينيف فمن سيضم وفد المعارضة؟ ومن سيختار ممثلية الجماعات المسلحة لا سيما تلك التي تخوض فيما بينها حروبا شريسة في حلب وإدلب فأعلان المبعوث الأممي إلى سوريا احتمال تشكيل وفد المعارضة إذا فشلت أطيافها في توحيد جهودها دفع بعض المعارضين إلى شن حملة عنيفة عليه وسط اتهامات روسية للأمم المتحدة بالمماطلة لتحديد موعد لبد الحوار هذا الموضوع سيكون محور النقاش في ملفنا الأول في المسائية بينما نبحث في الملف الثاني مخاطر الاستفزاز الإسرائيلي للفلسطينيين ببناء ألاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية فهل يعطي ترامب الضوء الأخضر لنيتانياهو بقدم المزيد من الأراضي الفلسطينية وكيف ستتعامل الفصائل الفلسطينية مع هذا التحدي وهل تتوجه فعلا السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجرائية الدولية وكيف سيواجه الفلسطينيون تهديد الإدارة الأمريكية بإجراءات في حال قيام القيادة الفلسطينية بهذه الخطوة قبل نفتح ملفات المسائية مجز لأهم الأنباء أهلا بكم تحفظ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا لإيواء اللاجئين جوتيرش قال إن التجارب السابقة كانت ملتبسة وتسببت في بعض الأحيان بكوارث كما دعا إلى إلغاء القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في مجال السفر وقال إنها ليست أفضل وسيلة لضمان أمن البلاد أبلغ التحالف السعودي الأمم المتحدة بمنع دخول البواخر التجارية إلى ميناء الحديدة بدءا من اليوم مصادر في الميناء أفادت الميادين بأن التحالف سحب السفن التجارية الأربع التي حصلت على تصريح بالدخول يشار إلى أن ميناء الحديدة يستقبل المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والمشتقات النفطية أكد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده للوساطة الجزائرية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أفادت في بيان لها أن لافروف أشاد في محادثات أجرها في أبوظبي مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل بالجهود التي تبذلها الجزائر لتقريب الرؤى بين الفرقاء الليبيين رفضت الرياض وأبوظبي انتقاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن لواشنطن الحق في ضمان سلامة مواطنيها من جهته رأى وزير الخارجي الإماراتي عبدالله بن زايد النهيان أن من حق الولايات المتحدة اتخاذ ما وصفه بالقرار السيادي فيما يتعلق بالهجرة مؤكداً أن القرار لا يستهدف ديناً معيناً أمل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج في تكوين مؤسسة عسكرية موحدة في ليبيا لمواجهة الإرهاب في مؤتمر صحفياً مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ في بروكسل قال السراج إن حكومته تسعى إلى تعميق التعاون مع الناتو أما ستولتنبرغ فأكد أن الحلف يحتاج إلى طلب رسمياً من الحكومة الليبية لتقديم مساعداته في بناء قدراتها العسكرية والدفاعية هذا الموجز انتهى شكراً للمتابعة عودة إلى المسائية وإليك كمال فتون شكراً جزيلاً شنت أطياف من المعارضة السورية حملة على كلام المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا الذي حذر من تشكيل وفد المعارضة بنفسه في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط فبراير المواقف أعتبرت كلام ديمستورا غير مقبول في ظل إقراره إقرار بصعوبة تشكيل المعارضة وفداً موحداً تقرير أحمد عبد الله يصعب بحسب أطراف في المعارضة السورية تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى محادثات جناف صعوبة بدت واضحة من خلال تصريحات هذه الأطراف في معرض ردها على كلام المبعوث الخاص إلى سوريا ستفان ديمستورا من دون أن تخلو هذه التصريحات من الهجوم على المبعوث الأممي الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض وصفت تصريح ديمستورا حول إمكانية تشكيله وفداً يمثل المعارضة في مفاوضات جناف المرتقبة بأنه غير مقبول وليس من اختصاصه رئيس الهيئة رياض حجاب قال إن أهم ما يجب أن ينشغل به المفاد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جناف فيما ذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة سالم المصلط أن حديث ديمستورا أمر غير مقبول ويعتبر استخفافاً بقدرة ممثلي الشعب السوري بحسب قوله من جهته تيار الغد السوري المعارض اعتبر أن تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية هو أمر صعب بسبب تعدد أطياف المعارضة وتباين مواقفها الناطق باسم التيار منذر أقبيق وجه انتقادات للمعارضة وأدائها خلال الفترة الماضية فاعتبر أنها تساهلت مع تنظيم جبهة النصرة وهو ما لا يمكن القبول به كما أن انسحابها من مفاوضات جناف الماضية سبب تصاعد الحرب ومآسي إنسانية وتعقيدات سياسية إزاء هذه المواقف المعترضة رحب عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية جهاد مقدسي بكلام ديمستورا بتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى جنيف مشترطا أن يضم كل مكونات المعارضة من دون إقصاء أو تمييز المقدسي قال إن على الأمم المتحدة واجبا ودورا أساسيا في عملية السلام السورية وإن نجاح أي مقترح لحل الأزمة السورية يتمن في أن يكون قابلا للتطبيق مشاهدين للنقاش في هذا الملف معنا من ستوك هول ممثل تيار قمح في أوروبا الأستاذ ماجد حبو أيضا سيكون معنا من جد عضو الاتلاف الوطني السوري المعارض الأستاذ خالد الناصر وأيضا من دمشق رئيس حركة البناء الوطني الأستاذ أنس جودة أستاذ ماجد حبو إذا ما بدأنا معك من الحملة الحالية التي تشنها طياف في المعارضة السورية وتحديدا المحسوبة على الاتلاف الوطني أو على الهيئة العلية للمفاولات في الرياض على المبعوثة الدولي ستيفان ديمستورا بخصوص تشكيل وفد المعارضة هل تعتقد بأن أو هل توافق على أن ديمستورا قد أخطأ فعلا في أنه تحدث بهذا الموضوع وهل ينطق ديمستورا عن الهوى أحياتي إليك أخي كمال وأحياتي المشاهدين قناة الميادين بالتأكيد لا ديمستورا لا ينطق عن الهوى بالعودة إلى القضاء الـ 2254 يطيح أو يفوض المبعوث الدولي بهذه المهمة وبالتالي ديمستورا في هذه النقطة تحديدا لا يتجاوز صلاحياته لأن ملاحظات كثيرة على أداء ديمستورا فيما يتعلق في فترة توليه بالملف السوري ملاحظات مهمة وجوهرية ولكن في هذه النقطة بالتحديد لا أعتقد بأنه منسجم مع القضاء الدولي وما نص عليه في هذا المجال فيما يتعلق بالهجوم من الواضح أن هناك أطراف تعتقد بأنها ستفقد الميزة التي أعطتها لنفسها وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري ربما هذه يعني الميزة التي هي رح تفقدها حقيقة هي التي وراء الدافع لمثل هذا الهجوم بالإضافة إلى مسألة هي في غاية الأهمية هي صعوبة تشكيل وفد موحد من المعارضة يمكن الحديث عن وفد واحد وليس موحد بمعنى هذه إشكالية كبيرة أستاذ ماجد كما تعرف بين وفد واحد وبين وفد موحد لأننا نتحدث هنا عن وفد ولكن برؤى مختلفة لكن اسمح لي أن نبقى بموضوع الانتقاد الأمم المتحدة وسنأتي على نقاش أيضا هذا الموضوع موضوع الوفد الواحد والوفد الموحد لكن الـ 22-54 يفوض المبعوثة الدولي ستيفان ديمستورا بتوسيع مشاركة المعارضة بتوسيع قاعدة المشاركة في المعارضة وليس انتقاء وفد بعينه يعني لا يحق لديمستورا أن يقول الوفد فلان وفلان هؤلاء يحق له ولكن مهمته كانت في القرار هو أن يوسع المشاركة أن يوسع وفد المعارضة بالموافقة طبعا وبتشكيل المعارضة أنا تعتقد أن هذا التفسير يمكن أن يعطي الحق لبعض أقطاب المعارضة بانتقاده بالتأكيد لنتذكر بأن حتى في جينيف 3 كان هناك دعوات ليست شخصية لأفراد معينة بقدر ما هي موجودة لمنصات كان الحديث بالقرار 22-54 وحتى بالتفاهمات فيينا أشارت بشكل واضح إلى ثلاث منصات والطراف أخرى المقصود فيها كانت التنظيمات المجتمع المدني ولكن هو لا ينتقي مثلا السيد هيسن منع باسمه الشخصي أو ينتقي السيد جهاد مقدس باسمه الشخصي يطالب كل منصة بتقديم لدينا أطراف أخرى من المعارضة اليوم موجودة هي خارج هذه المنصات وبالتالي يجب أن تكون هذه الدعوة مفتوحة للجميع بالإضافة إلى مسألة أخرى كانت حاضرة في جينيب 3 إن كان هناك أساسية بمعنى كانت المنصات الأخرى ذات صفة استشارية وهذا الأمر كان يعني هي سقطة وتعتبر هذه ظاهرة سلبية فيما يتعلق في مفاوضات جينيب 3 المسألة الأهم هي أنه يجب اليوم القرارة 22-54 يقول يجب حضور كل أكبر طيف أو كل الأطراف من المعارضة السورية حتى التي ربما الآخرين يتهمونها بأنها ليست معارضة وعني بذلك معارضة الداخل أو المعارضات التي نشأت في سوريا من خلال عمضة الأزمة أهم ما أسأله هو أنه يجب حضور أكبر طيف من المعارضة السياسية التي تقبل بالحل السياسي وليس من ينتحل هذه الصفة يعني بمعنى لدينا أطراف من المعارضة السياسية كانت تعتبر أن الحل السياسي هو مقبول في حال إذا لم ينجح الحل العسكرية أو تعتبره كاحتمال موازي أعتقد هذه أيضا يجب أن تكون حاضرة لدى الجميع وأهم نقطة هي أنه فك الارتباط الذي حدث أخيرا لدى بعض أطرافنا المعارضة يجب أن يكون واضحا وجليا بمعنى الاعتلاف إلى البارحة حتى نزل بيان فيما يتعلق بالجبط النصر باعتبار التنظيمة الإرارية هذا كله يحتاج إلى تعميق أستاذ ماجد حب خلال مناقشة هذا الملف أرجو أن تبقى معي معارضة السورية في الميدان وفي السياسة فما هي معالم المفاوضات القادمة وهل يولد قبلها الوفد المعارض الواحد قراءة سياسية مع إغراسيا بيطار لا يمكن الوصول إلى جناب من دون الانطلاق من أستانا ففي العاصمة الكازاخية وضعت خارطة طريق الطاولة السويسرية صراع المحورين في ذروته من الجانب السوري الرسمي موسكو تفتح الأبواب لمشاركة الجميع من أمريكا إلى أوروبا لكن جدول الأعمال قد وضع مسبقا التنسيق الروسي الإيراني متواصل حول هذا الملف تحديدا وأما تركيا فاستفادت إلى حد بعيد من الفرصة التي منحت إياها لأداء دور لطالما أرادته اكتملت عناصر هذا المحور مقابل محور الجهات الراعية للمجموعات المسلحة ففي أستانا الضربة كانت مباشرة للدول الراعية لتلك المجموعات ولسيما المحور السعودي القطري وعلى طريق جناف يستمر الضغط على ما يبدو ما هو مطلوب من المعارضات أن تكون في وفد واحد منحت الفرصة في أستانا واليوم في جناف ربما هذا ما يبرر إرجاء موعد جناف الذي أعلنه المبعوث الأممي صحيح أن الأمم المتحدة منحت المزيد من الوقت للمعارضة للاستعداد لكنها استخدمت نوعا من التهديد فعندما يقول ستفان دوميستورا ألفوا وفدا واحدا وإلا نحن نؤلفه هذا يعني الضغط الأقصى وحشر المعنيين في الزاوية الرد الأقصى على المبعوث الأممي جاء من الجانب الأكثر تضررا أي الهيئة العليا للمفاوضات التي تحظى بدعم السعودية وأما منصة القاهرة للمعارضة السورية فكانت أكثر انفتاحا على اقتراح دوميستورا لكن الأمم المتحدة لا تقطع الخيوط ولا الفرص فها هو أحد مستشاري المبعوث الأممي يقول إن الدول العربية المؤثرة في الأزمة السورية مثل السعودية ومصر يمكن أن تنضم إلى الثلاثية الضامنة لاتفاق الهدنة والتي تشمل روسيا وتركيا وإيران وعليه يبدو الموقع الذي تقف فيه المعارضات السورية كالتالي حروب في الميدان وخلافات في السياسة موقع لا تحسد عليه فهي سواء تمكنت من تأليف وفدها وهي مهمة صعبة باعتراف أطياف المعارضة أم لا فإن جوناف حاصلة وبأجندة المحور السوري الرسمي موسكو تأمل عدم التأجيل وسيرجي لافروف يذهب إلى حد الدعوة إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية كما دعا الأمم المتحدة للتوقف عما وصفه بالمماطلة في عقد محادثات سورية سورية بجينيف وعلى هامش المشاركة في منتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي دعا لافروف جميع الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة حظر تجارية للسيطرة على داعش اجتماع أستانا جعل أصدقائنا في الأمم المتحدة يتذكرون أن عليهم الانخراط في المفاوضات وقد تم بالفعل تعيين موعد ثم جرى تأجيله ونأمل الكفة عن تأجيل استئناف المفاوضات عندما يتحدث الأمريكيون عن مناطق آمنة فهم مهتمون بتخفيض أعداد المهاجرين ولسيما من سوريا إلى الغرب نحن مستعدون للنقاش وسماع أفكار الحكومة الجديدة والإدارة ونحن مستعدون لبناء اتصال وبدء حوار منتظم من جهة أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخال بوغدانوف أن الأمم المتحدة يمكن أن تعمل بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا على تشكيل وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جينيف بوغدانوف أوضح أن هناك اعترافا بتأجيل المفاوضات وبأن المعارضة لم تشكل بعد لم تشكل وفدا وحدا كما أعربها عن أمل بلاده بمناقشة مشروع الدستور السوري بما فيها الأفكار الروسية المقدمة خلال المحادثات السورية المقبلة في جينيف عودة للنقاش من جديد وينضم إلينا بالإضافة الأستاذ ماجد حبه من ستوك هولم أيضا الأستاذ أنس الجودة رئيس حركة البناء الوطني من دمشق أستاذ أنس أسعد الله مساك وكنا أشير لك ولي ضيفك الكريم حياك الله كان الأستاذ ماجد يقول بأن دمستورا يستند إلى القرار الدولي 2254 وبالتالي هو بناء على هذا القرار أطلق هذا التصريح بالقول بأنه قد يعمد إلى تشكيل وفد المعارضة إذا فشلت المعارضة في هذه المهمة هناك أيضا أستاذ أمجد من يقول أكثر من هذا أنا كنت أسأل إن كان دمستورا ينطق عن الهوى هناك من يقول بأن دمستورا قد أعطي مثل هذه التعليمات أنه من الآن حتى الثامن من شباط إذا لم تستطع هذه المعارضة فعلينا أن نشكل عليك أن تشكل وفد وهذا ربما جاء من أطراف دولية فاعلة في الملف السوري هل يمكن أن نرى المعارضة بوفد واحد خلال المفاوضات المقبلة سواء بتوافقها أو بفرضها يعني بالتأكيد اليوم تصريح دمستورا لا ينطق كما قلت لا ينطق عن الهوى اليوم تصريح دمستورا جاء بعد قرار بعد اجتماع مجلس الأمن وبالتالي فهو مدعوم من الدول الأساسية اللاعبة في الملف السوري لإصدار هذا الملف وهذا يعكس توافقا على الأقل بالحد الأدنى بين هذه الدول أنه يجب أن يبدأ عملية مسار سياسي جدي ولا تبدأ هذه العملية لابد من وجود وفد أو طرف آخر على الطاولة لمفاوضة السلطة فمن هذا المعنى هو يتحدث بهذا النفس القوي الذي ربما لأول مرة يتحدث به بالتأكيد المعارضة لن تستطيع تشكيل وفد موحد وهي لم تستطيع أبدا تشكيله في السنوات الماضية فبالتالي لم تستطيع أن تشكل شيئا من هنا حتى الثامن من شباط وهذه معضلة مشكلة أساسية تتعلق بتشكيلات المعارضة كلها وأيضا تتعلق بخلافات الدول لدينا مشكلة ذات مستوين لا شيء له علاقة بالمعارضة بحد ذاتها وشيء له علاقة تحديدا بالموقف التركي الذي إلى اليوم لم يكن ليس منضبطا تماما أو ليس بتناغم تام مع الإقاع الروسي هو ما ذالت عينه تنظر إلى الولايات المتحدة ما ذال يحاول أن يضع أوراقا خارج السلة من هنا وهناك وبسبعنا اليوم بعض التصريحات من الإسلام ألا تلاحظوا السادة ناس بأن تركيا بهذا المعنى أنه طلب تشكيل وفد واحد ما هو المعنى ما هو المغزى منه إذا كانت كل الدول وأيضا الأمم المتحدة وحتى المعارضة نفسها والسلطة أيضا كل الأطراف مدركة بأن وفد واحد لا يعني بأن الرؤى موحدة لا يعني أن هناك وفدا موحدا كما قال ضيفي الأستاذ ماجد يعني واحدا غير موحد يعني إذا كانت هذه التيارات أو المعارضات أو المنصات كما تسمى كل منها لديه رؤية ولديه هدف ولديه أسلوب ولديه تحفظات لماذا تجمع كلها في وفد واحد لماذا لا يكون هناك عمليا لا معنى لهذا الوفد الواحد لا معنى للوفد الواحد فعلا ليس له معنى يعني هي وصفة للفشل بشكل مطلق ولكن كنا نحلل لماذا تحدث ديمستورا بهذا وما هو الموقف الدولي اليوم أما أن يكون هناك وفد واحد فهو لا معنى له يعني شيء جدلي غير منتج نهائيا لأننا تحدثنا اليوم يعني في جينيف الماضي الوفود القاهرة موسكو ستانا حميميم لم تستطع أن تتوافق على رؤية واحدة فما بالك إذا أضفت لها الاقتلاق أو هيئة العرية للتفاوض أو حتى المجموعات المسلحة كنا نتحدث منذ فترة لأن العملية التفاوضية يجب أن تبدأ على مسارات متعددة وفقا لبرامج متعددة مع السلطة وتكون تراكمية بمعنى أن يكون هناك خط أول ربما يتم معه التوافق وبعدها مع المجموعات الأخرى وبهذا يتم عملية سياسية جدية ولكن اليوم مصالح الدول والمسار الدولي مختلف تماما عن حاجة السوريين مصالح الدول تقتضي أن يكون هناك إظهار لتوافق أن يكون هناك كتلة كبيرة من المعارضة وبالتالي أن تكون دولة ما هي القادرة على أن تجمع أكبر عدد من المعارضة ضمن وفدها أو ضمن شيء تستطيع هي أن أن تؤثر فيه وبالتالي تثبت ثقلها ووجودها وحضورها أكثر هذا هي الصراعات الدولية على سوريا وبالتالي على الوفود المعارضة أما جدية العمل لا تقتضي كل هذا أبدا نعم اسمحني أن نشارك معنا أيضا من إسطنبول أستاذ هادي البحرة رئيس الاتلاف الوطني السوري السابق أستاذ هادي أسعد الله مساءك ومباشرة نسألك بين أو بعد انتقاد ديمستورا ما الخطوة إذا كانت المعارضة وأقطابها ترفض أن يتدخل ديمستورا بتشكيل وفد المعارضة هل لديها البديل الذي يمنع من تدخل ديمستورا أو غيره في تشكيل هذا الوفد؟ أنا أظن نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة علينا أن نجبهها بكل واقعية وبوقت سريع من غير المحتمال للسمرار في سفك البناء في سوريا وزيادة الوضع الإنساني سوءا هناك مرجعيات أساسية للعملية التفاوضية فليست عملية مفتوحة لليبع كل طرف ما يريده هو فقط هواه المحرعيات الأساسية أولا هي مبنية على تطريق بيان جنيه والذي يحدد العديد من الأمور بالنسبة للمسار السياسي ومسار المصالح الوطنية ومسار العدالة الانتقالية وغيرها كما أن هناك توافقات بنيت لعدة أطراف سياسية لقدر مؤتمر الرياض الذي خضرته معظم الأطراف خضروا أخوين زملاء ممن خضروا مؤتمر القاهرة وممن خضروا مؤتمر الأستانة ومؤتمر موسكو وتم مقاش طويل مطول خول عدة أمور وتم التوافق وفق رؤية موحدة التوافق عن الهيئة العلية المفاوضة قد يقتضي الأمور أن ننظر بواقعية ومتوافق الأهم ليس على تركيبة الوسط بخضر على أن المرجعيات هي التي تختم مرجعيات الدولية نعم طيب أستاذ هذه هناك من يقول بأنه أو الاتجاه السائد حاليا بأن الجينيف المقبل في الثامن من فبراير شباط هو يعني لقاء لكسر احتكار هيئة التفاوض العلية في الرياض والاقتلاف السوري للتمثيل المعارضة هو سيكون البداية أو سيكون النقلة على هذا المستوى أن يكون هناك تمثيل آخر غير تمثيل الهيئة العلية أو حكر التمثيل بالهيئة العلية المفاوضات في الرياض ما أظن القضية أعقد بكثير من موضوع التمثيل كما قلت لك أولا المهم هو مرجعيات المفاوضات يعني ما هي المساعدة ما هي الأهداف التي نحاول أن نحققها عبر هذه العملية التفاوضية وهي في أسهات تخليق عملية امتقال سياتي جذري وشامل والوصول إلى الدولة التعددية الديمقراطية التي تدار وفقا بالسور الذي يتوافق عليه السوريين جميع الأطراف المشاركة في العملية التفاوضية مجمعة على موافقتها على بيان جنيغ مجمعة على ضرورة تحقيق عملية الانتقال السياسي الخلافات قصية جوز بينهم في الآليات أو المراحل الزمنية وهذه ليست الأمر العافية لوجود حلول له الأهم هو عدم وجود رجلة تفاوضية شعبية لدى الطرف الآخر على الطاول تجلس بغض النظر من يمثل المعارضة هل سيوجد على الطرف الثاني طرف جاد نحو تحقيق مفاوضات سياسية ناجحة تؤدي إلى تحقيق عملية انتقال السياسي أم لا هذا هو المشكلة التي واجهناها منذ جنيف 2 إلى تاريخنا لكن هذا يتطلب أستاذ هدي قبل أن تقل الباقي ضيوف يتطلب رؤية موحدة من قبل المعارضة لما تريد ماذا تريد ما هو الهدف التأكيد يجب أن نرى الأمور بموضوعية وفق الواقع وفق الواقع إذا نظرنا إلى مخرجات مؤتمر القاهرة وقارناها بمخرجات مؤتمر لا رأينا أنها تطعيباً متماثلة بنفس الصياق لأن اتنين انطلقوا بالأساس من بيان جنيب نفسه فلا يوجد خلافات كبيرة بين المصات الأساسية للمعارضة العطل في الموضوع العجز هو عدم وجود رجلة في تحقيق عملية تسوية سياسية عادلة طيب تبقى معي فقط أستاذ هادي أريد أن أخذ رأيي الأستاذ ماجد حبو في استوك هولم بموضوع الكرد أستاذ ماجد الكرد مستبعدين تماماً من التمثيل داخل المعارضة بشكل مستقل أنا هنا أتحدث هناك بعض الشخصيات الكردية في العيال العليا للتفاوض بعض الشخصيات الكردية في عدد من التيارات والمنصات ولكن التمثيل الكردي بمعنى المستقل يعني بمعنى التيارات المستقلة حزب الاتحاد الديمقراطي مثلاً على سبيل المثال هل هذا مستبعد تماماً في مفاوضات جينيف المقبلة يعني أعتقد هذه واحدة من الجوانب الإيجابية لفصريح ديمستورا الأخير بأن الأمم المتحدة عبر ممثلها ديمستورا هو من سيشكل بفضل معارضة بمعنى لنتذكر أنه في جينيف 3 كلفت السعودية عرض الأمم المتحدة بإيجاد منصة من أجل جمع أكبر قدر منكم من المعارضة وللأسف يعني شاهدنا المخرجات التي خرجت عنها وتم إقصاء أطراف بضغوطات تورتي والآخرية اليوم الأمم المتحدة تحاول تعويض النقص الذي حدث بمعنى هي التي ستقوم بإعادات هذا الأمر وبالتالي ستنغي إمكانية الفيتو التي شكل على الأكراد الفيتو التي شكل على بعض الأطراف الأخرى من المعارضة التي تم استبعادها عن مؤتمر الرياض وبالتالي لم تكن حاضرة هذا الجانب الإيجابي للتصريح ديمستورا من ناحية طبعا هناك مسائل أو جانب سلبي لهذا التصريح أيضا بمعنى أنه ليست مخولة باستبعاد أحدا يجب حضور الجميع يجب قطع الطريق على التداخلات الإقليمية والدولية التي تمنع طرف ما من المعارضة من الحضور ولكن أنا بدي أرجع لمسألة أساسية أنه لدينا خلافات داخل خلافات سياسية وإديولوجية في المرجعية التي تحدث عنها سيد هادر البحر من ضيفك من أسطنبول اليوم الأمم المتحدة تتحدث عن جينيب 3 بمرجعية القرار 22-54 لم يعد أحد يتحدث عن بيان جينيب 2012 الذي لم يلحد الإرهاب أنا ذاك 2012 لم يكن لدينا داعش وإجابة النصرة اليوم الحديث على متجعية جديدة هي القرار 22-54 الحديث يدود ليس على هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات يدود الحديث على حكومة وطنية وموسعة والحديث على انتخابات دستورية ورئاسية وإلى آخره فمتجعيات مختلفة يتحدث أنه ليس هناك خلاف بين متجعية منصة القاهرة ومنصة الرياض لا يا سيد هادي لذينا خلافات الهيئة العليا للتفاوض لم تحدد موقفها من جبهة النصرة إلا منذ أيام لم تحدد موقفها من المجموعات الإرهابية الموصوفة دوليا إلا منذ أيام كانت تعتبر أنه سراعها الحقيقي أو المواجهة الحقيقية هي ما بين عناصر الثورة المزعومة والنظام وبالتالي كل سلاح في وجه النظام هو سلاح ثوري هذا الأمر لم تحدد أستاذ ماجد أستاذ ماجد اسمح لي أخذ رأي أستاذ أنس أيضا في نقطة قبل أن ننهي هذا الملف وأعود إلى سيد هادي أستاذ أنس الرابط الحقيقي كان قبل أيام هناك لقاء قبل أسابيع لقاء أستانا يعني ما هو الرابط بين ما جرى في أستانا عذرا وبين ما سيجري في جينيف الفصائل التي حضرت في أستانا وما تم التوافق عليه في أستانا كيف سيكون له موقع دوره في المفاوضات المقبلة في جينيف عمليا جينيف اليوم هو الشكل السياسي للاتفاق العسكري الذي جرى في أستانا هو محاولة لتخريج هذا الاتفاق العسكري يعني اتفاق أستانا اليوم هو النقطة الأساسية وقبله كان الاتفاق الثلاثي التركي الروسي الإيراني الذي أنتج الأستانا عمليا اليوم النقلة هي بنقل هذا اللقاء الذي هو لقاء من طرف مجموعة أطراف دولية ومحاولة لإصداره بطريقة ضمن الشرعية الدولية وتحت غطاء مظلة الأمم المتحدة في جينيف هذه النقطة المهمة علينا أيضا أن نظهر إلى تصريح اليوم تصريح روسي كان بأن قد يكون هناك لقاءات أخرى في الأستانا غير لقاءات جينيف وهذا أمر قد تنحو الأمور أعتقد بهذا المنحة لأن جينيف بهذه الصيغة وبهذا التشكيل لن يكون منتجا بشكل جيد فعلا كما تحدث الأستاذ ماجد هناك خلافات عميقة ومرجعيات أساسية كبيرة اليوم العمل ما نراه بمعنى المسار السياسي هو مسار تشاركي بين السلطة والمعارضة والأطراف الأخرى إذا أحب أن يتبسك ببيان جينيف واحد الذي تحدث عن مجتمع مدني وأطراف أخرى وهذا أمر يجب أن نؤكد عليه اليوم فجينيف لن يستطيع أن يقلع بمسار جدي والأهمية اليوم لاستكمال أعتقد لاستكمال مسار الأستانة لاستكمال مسار وقف طلق النار البراقبة على خطوط التماس دخول المدنيين وخروجهم دخول المساعدات وخروجها من هذه المناطق هذا هو المهم على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في إدلب بتحقيق توازن ما وعمل عسكري باتجاه داعش والنصرة وإطلاق المسار السياسي المسار الطويل المدى في المناطق الأخرى وتدريجيا ضم بقية المناطق هذه هي المسار بهذه الطريقة سيكون نعم أستاذ هذه البحرة بين بيان جينيف واحد وبين ما يجري الآن أستانة أو ما بعدها يعني المعارضة فارق كبير بيان جينيف واحد كان هناك تعاطف دولي كان هناك دعم دولي كان هناك دعم إعلامي كان هناك يعني حركة سياسية كان هناك ضغط على الحكومة وعلى الدولة وعلى النظام وعلى الجيش مناطق بأكملها كانت مشتعلة اليوم الوضع كله تغير المعارضة تخسر في الميدان اقتتال بين الفصائل في الشمال محيط دمشق آمن بالكامل الدول تخلت بالكامل عن الدعم المعارضة كنا نستمع قبل قليل لأحد شخصيات المعارضة كل شخصية من شخصيات المعارضة تقف وتقول أداء المعارضة كان سيء وهم كانوا منخرطين في هذه المعارضة الكل بدأ يتحدث عن المعارضة بشكل سلبي وضع المعارضة ليس جيد لتتحدث عن مرجعيات وبيان جينيف واحد أليس كذلك؟ الصراع بأساسه ليس صراع معارضة ونظام حكم شرعي الصراع بأساسه هو صراع سياسي بين الشعب السوري ونظام حكم سببه حقوقه المدنية وحقوقه الإنسانية والدستورية بالتالي هو صراع سياسي في الصهوة ليس صراعاً أسكرياً قد يجوز أن يكون نظام قادراً على الكتب أسكرياً هو وحلفائه لكنه لا يستطيع الكتب معركة السلام والاستقرار في سوريا كسب معركة السقرار والسلام في سوريا تقضي حصول تسوية سياسية عادلة تحقق تطلعات الشعب السوري نحن نفسنا في حالة الصراع نريد أن يذهب هذا النظام ويأتي أحد الأشخاص في حين مكانه ومجموعة من الأشخاص نحن نريد تمكين الشعب السوري كل الشعب السوري من إعادة صياغ الدستورة وإعادة الانتخابات بشكل نزيه وحر واختيار القيادات السورية المستقبلية بالإضافة إلى تلك بهم من محاسبة هذه القيادات ما خلت في مهامها أو في تطبيق القانون بالتالي لا ينظر أن الموضوع كما تصوره بأن هناك معارضة هزمت أو مغام انتصر نحن أمام مشاكل أساسية سوريا حاليا أستر من 65% من البناء التحتية لإختفاضها قد دمر هناك عملية إعادة أعمار فتطبي مشاركة العديد من الدول من أجل تخصيخ إعادة أعمار أستاذ هادي طيب بشكل آخر هنا نتحدث عن من هزم ومن انتصر هنا نتحدث عن ميزان قوى يترجم على طاولة المفاوضات عادة بين القوى السياسية المتصارعة تماما لا يمكن عبر المتصار العسكري فقط أن تحقق إعادة الاستقرار والسلام وتحقيق إعادة الأعمار في سوريا إعادة الأعمار فتطبي مثلا تمويل من الاعتحاد الأوروبي من الخليج من باقي الدول وبالتالي يجب أن تكون هذه الدول مستنعة بأن التسوية السياسية التي حدثت في سوريا هي تعلم موضوعية وتحقق التفضلات الشعب السوري فالموضوع لا يمكن حصوله فقط في المجال العسكري العسكري وهنا كما تعلم وجود توحيد الجبهة الداخلية للمواجهة والإرهاب سواء نيا داعش والمصر وإي تنظيم آخر إرهابي يسعى لفرض آرائه ومتصفاته على الشعب بقوة السلاح أشكرك جزيلا شكرا أستاذ هذه البحرة رئيس الإتلاف الوطني السوري السابق كنت معنا مباشرة من اسطنبول الأستاذ ماجد حبو ممثل تيار قمح في أوروبا من ستوكولم آنس جودة رئيس حركة البناء الوطني من دمشق شكرا لكم جميعا فاصل نفتح بعده مباشرة الملف الثاني في المسائية مجددا حياكم الله أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن السلطة بدأت مشاورات عجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حملة الاستيطان الجديدة وشدد الناطق باسمها نبيل بوردين على ضرورة أن تتدخل الإدارة الأمريكية وتقوم بلجم السياسة التي تنتهج الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام بدوره دعا أمين يسر اللجلة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صعب عريقات المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني عبر تهجيره من أرضه واستبدال السكان الأصليين بالمستوطنين الجدد التوازن الذي تعتمده الحكومة الإسرائيلية بشأن بناء المستوطنات يدعو إلى الاستغراب فهم يزيلون أربعين مستوطنة في منطقة عامونة مقابل إزالة ثلاثة ألاف منزل لأصحاب الأرض الفلسطينيين هذا يسمى عما سياسيا واستغلالا للسلطة والحل الوحيد لهذه المشكلة هو باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية أكثر من ستة ألاف وحدة استيطانية صادقت عليها إسرائيل منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية ما هي أبرز قرارات أهلا بكم مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية تتصاعد وثيرة الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي يدعو إلى وقف أنشطة إسرائيل الاستيطانية العشوائية التصديق على قرار بناء ثلاثة ألاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة جاء بعد أسبوع حافل من قرارات البناء في المستوطنات فقد سبق أن صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير الأمن أفكدور لبرمين على مشروعين الأول في الثاني والعشرين من شهر يناير كانون الثاني ويقضي ببناء خمسمائة وست وستين ووحدة والثاني صدر في الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني ويمنح تصاريحها ببناء ألفين وخمسمائة وحدة في الضفة الغربية المحتلة يضاف إليها ستمائة وخمسون وحدة صادقت عليها بلدية القدس وثمان وستون وحدة صادقة عليها نتنياهو ويصل مجموع الوحدات المصادقية عليها منذ تولي ترامب الرئاسة إلى أكثر من ستة آلاف وحدة قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بينها ألفا شقة جاهزة للتسويق تأتي كأكبر مصادقة للبناء الاستيطاني دفعة واحدة أما المستوطنات التي سيتم البناء فيها فهي ألفين من الشي سبعو مئتي واحدة أورنات مئتان نوفم خمسون بيت أريي ستو مئتن وخمسون إفرات ثلاثون نقديم مئتن وخمسون جفعات زائف مئتن وخمسون شافي شمرون سبعون كارني شمرون مئة شيلو مئة متصودات يهودة مئة كفار أو كفار إلداد ثمانون وبيتار عليد ستمائة وخمسون المصادقة على خطط البناء تتزامن مع مطالبة لمسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية بضم المنطقة المصنفة جيم في الضفة المحتلة والتي تشمل ستين في المئة من مساحة الضفة بالاتفاق مع إدارة ترامب للتعليق على هذا الموضوع معنا من رام الله مستشار والرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية دكتور حسام زملط دكتور حسام إذا ما بدأنا بالتزامن بين هذه الحملة المسعورة إذا جاز لنا هذا الوصف وبين موصول الإدارة الأمريكية الجديدة يبدو عهد ترامب أربع سنوات ستكون ولاية سيئة للغاية بالنسبة للفلسطينيين وموضوع قدم الأراضي ليس كذلك للأسف الشديد يبدو أن صمت ترامب وإدارته لحد الآن هو ما شجع نتنياهو على هذا التصارع وهذه الحملة المسعورة التي ذكرت أخي الكريم هو بدأ باختبار هذه الإدارة الجديدة فأعلن 126 مستوطنة في القدس الشرقية ثم 500 ثم 2500 ثم 3000 يعني هو يزيد وهناك حالة صمت في هذه اللحظة التي تشهد واشنطن فيها لحظة انتقالية لا يوجد إدارة كاملة اليوم فقط قبل قليل تم تأكيد وزير الخارجية تيرلسون وأيضا هناك مراهنة أساسية في إسرائيل أن ترامب سيتبنى المشروع الاستيطاني الاستعمالي الإسرائيلي وستبنى أجندة نتانياهو لحد اللحظة لم نسمع رسميا من الولايات المتحدة أي شيء ولكن هذا الصمت المطبق على خرق واضح للقانون الدولي وخرق واضح للقانون الأمريكي والسياسة الأمريكية المتعاقبة منذ أن بدأت إسرائيل باحتلالها هذا الصمت هو مقلق للغاية وهو مؤشر خطير جدا وهو الذي شجع نتانياهو على هذا التصارع هذا من جهة من جهة أخرى ليس حقيقة بجديد أجندة نتانياهو هذه الحكومة جاءت من أجل وبالعلن بالمناسبة من أجل قتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية من أجل تأسيس مشروع إسرائيل كبرى وهي تحالفت بشكل كامل مع حركة المستوطنين المستعمرين فيها أكثر من ست وزراءهم مستعمرين رئيس الكنيسة الحالي هو مستعمر بنفسه أنت تتحدث عن مشهد واضح ولكن هذه إسرائيل اليوم وحكومتها تستغل ثلاثة أمور الأمر الأول هو ترامب وهذا التغيير وهذه اللحظة الانتقالية الرمادية وهذه المراهنة على نايترامب سيوقف العمل بالسياسة الأمريكية طويلة المدى وسيتبنى أجندة نتانياهو من جهة ثانية هذا الانشغال في العالم العربي والإضطرابات في المنطقة التي تجعل حاليا من الانشغال ومن عدم الانتباه على قضية العرب الأولى والقضية المركزية الصراع العرب الإسرائيلي والجهة الثالثة للأسف الشديد هذه الحالة الانقسامية الفلسطينية التي مكنت إسرائيل وهذا التفرد بغزة خلال الفترة السابقة مكنت من إسرائيل لإسرائيل أن لا يكون الضغط الأساسي عليها واضح أنه دكتور حسام من ضمن ما ذكرت أن إسرائيل تأمن جانب ردة الفعل بشكل واضح هي مطمئنة لموضوع ردة الفعل الخاصة من موضوع الجانب العربي يعني الدول العربية لذلك هي تعمد إلى التمادي بهذه السياسة لكن ماذا عن الردود أيضا والإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطة سواء كان على الصعيد الدولي أيضا على صعيد الموضوع الانقسام والاختلاف الفلسطيني الذي تحدثت عنه هذا بالضبط الإجراءات التي نحن ضالعون فيها ونحن نعرف أننا كفلسطينيين في هذه اللحظة شعبا وقيادا نحن خط الدفاع الأخير باختصار شديد ونعرف ذلك وسندافع عن قدسنا وسندافع عن أرضنا وسنتصدى لهذه الهجمة الاستيطانية بكل ما يؤتينا فيه من قوة وهناك مصاران لهذا الموضوع المصار الأول هو الضربات الاستباقية التي تمكننا من توجيهها في اللحظات الأخيرة للعام الفائت وبداية هذا العام نحن أيضا كنا نعرف أنه قد يكون هناك تبدل وتغيير في النظام الدولي وعلى هذا الأساس قمنا بالتقدم بقرار مجلس الأمن بقرار مجلس الأمن الأخير حول قضية الاستيطان بالتحديد لأن الموضوع أخي الكريم ليس فقط في ممارسة إسرائيل بمناء استيطانها الإشكال الأساسي كان هي محاولة نتنياهو وتبجحه خلال الأشهر السابقة أنه يريد تشريع هذا الاستيطان دوليا من خلال التغير الذي حصل في الولايات المتحدة وذهب في أيلول وقال للأمم المتحدة من على منبرها أن سيأتيكم مكالمات من عواصمكم وستغير تصويتكم لصالح إسرائيل من يوم طالع وستدخل إسرائيل مجلس الأمن وكل ما تحدث منه ثم جاء إلى كينيستو وحاول تشريع مش حاول هو فعلا عمليا تقدم بمشروع لتشريع البور الاستيطاطيني المعركة كانت معركة شرعية ضرب الاستباقية الأساسية كانت كشف هذه الشرعية وكشف أن هذا الاستعمار بإجماع دولي غير مسبوك في هذا القرار هو غير شرعي غير قانوني يجب وقفه ويجب إزالته نعم إسرائيل تبني منذ احتلالها بالمناسبة ولم تتوقف ولكن ضربتنا الاستباقية المهمة هذا الإجماع بكشف هذه الممارسة بأنها عملية قرصنة وصرقة وعمل غير قانوني يعني إسرائيل منذ انشاءها وموارد غير حسام عام 48 هي تقوم بهذه السياسة لكن اللافت هو حجم التصعيد هذه الفترة حجم التصعيد تعرف ماذا جرى في النقب وأيضا التصعيد تجاه أهلنا في 48 فلسطينيين في 48 ومتوقع التصعيد على غزة سنناقش كل هذا لكن أرجو أن تبقى معي لأنني أريد أن أيضا نصلط الضوء عبر مراسلتنا نسرين سلمي على مستوطنة عمونة التي تم المستوطنة الإسرائيلية تم إزالتها بقرار المحكمة الإسرائيلية طبعا نحن نتحدث عن 6000 وحدة استيطانية جديدة قررتها الحكومة الإسرائيلية لإرضاء اليمين المتطرف بعد قرار إخلاء بؤرة عمونة الاستيطانية قرب رام الله هذا تقرير لنسرين سلمي بعد عشر سنوات من نضال ومعارك قانونية مطولة نجح أهالي بلدة سلوادة شرق رام الله باستعادة أراضيهم التي صادرتها البؤرة الاستيطانية المسمى عمونة هي بضعة بيوت متنقلة تضم 40 عائلة إسرائيلية استوطنوا على مساحة من أراضي القرية رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائهم الألاف من شرطة وجنود الاحتلال حاصروا البؤرة وطالبوا سكانها بالإخلاء الهادئ طبعا نحن التجأنا لمحكمة العدي العليا الإسرائيلية التي أصدرت قرارها في سنة 2014 على أن يخلوا المستوطنين هذه المستوطنة في 25-12-2016 ولكن تمرد المستوطنون على الإخلاء وتمردوا على جيشهم وعطوهم مهلة 45 يوم إضافية بكتاب تعهد منهم ورغم الضجة الإعلامية التي تحاول إسرائيل إثارتها إلا أن إخلاء عمونة ليس إلا ذرا للرماد في العيون ففي مقابل عمونة أقرت إسرائيل بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة تتوزع على مستوطنات الضفة والقدس كما أن سكان عمونة سيحصلون على تعويضات مالية كبيرة وسيعاد إسكانهم في مستوطنة عفر القريبة الذي يحكم الضفة الغربية هم 5% من المستوطنين في داخل الضفة الغربية وهن لديهم 6 وزراء في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم لبرمان وزيري للإدفاع حقيقة ما يحدث الآن في داخل الضفة هي ضمن برنامج إسرائيلي واضح تماما بعملية التهويد السلطة الفلسطينية أعلنت بدأ إجراءات مستعجلة للرد على التصعيد الاستيطاني في الضفة تواطئ ما بين نتنياهو وهذه الحكومة الائتلافية اليمينية العنصرية المتطرفة وما بين نتنياهو الذي يعطيهم كامل الدعم ويحاول إطال الانتباع بأن إخلاء عامونة هي قضية يعني مأساوية بالنسبة لإسرائيل بينما هي بؤرة واحدة من مئات البؤرات الاستيطانية التي أقيمت على أراضي خاصة يشار إلى أن عامونة هجمت عام 2006 لكن مستوطنين من مستوطنة عفرة تسعى إسرائيل من خلالها إلى كسب الرأي العام العالمي في مقابل شرعانة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة نسر سلمي من أمام مدخل مستوطنة عامونة المقامة على أراضي قرية سلواد شرق رام الله الميادين دكتور حسام هذه مستوطنة فيها بضع من المستوطنين وكان هناك قرار من المحكمة الإسرائيلية بإزالتها لم يبقى وزير إسرائيلي بالمناسبة لم يزور عامونة ويتضامن مع المستوطنين ونواب ووسائل الإعلام إسرائيلية وتعويضات بمبالغ ضخمة بالمقابل تم اقتلاع قرى عرب النقب في أم الحيران ووادي عارة وغيرها من المناطق السؤال عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة مثل هذه الإجراءات يعني تخلي مستوطنة في بضع عشرات من المستوطنين تصادق على ستة آلاف مستوطنة مباشرة وتخلي أربع قرى من سكانها في النقب من ناحية أخرى مثل هذه الإجراءات التي يتم الإعلان عنها واستمعنا للأستاذ صائب عريقات دكتور صائب عريقات يقول بأن سوف نتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية هل تراها مجدية وفاعلة هذه بالضبط مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ولهذا السبب هي أسست من المنظومة الدولية وأعطيت الصلاحيات لكي تقوم بالتحقيق في مسائل جرائم الحرب التي تقترفها دول وقيادات عسكرية وسياسية وعلى هذا الأساس هذه مسؤوليتها من جهة وثانيا دعني أصح شيء محكمة الجنائية ليست فقط من أجل الإدانة بل المحكمة الجنائية من أجل أخذ قرارات ومن أجل فرض عقوبات بما فيها السجن على كل من يقترف جريمة حرب وجريمة الاستعمار الاستيطاني هي جريمة حرب معرفة بشكل واضح في القانون الدولي كما يعلم الجميع وعلى هذا الأساس نحن لا نطالب هذه المحكمة فقط بالإدانة نحن نطالبها بأن تقوم بواجبها نحن انضممنا لهذه المحكمة وقعنا على ميثاق روما الذي يحكم قوانين هذه المحكمة وأرسلنا للمحكمة رسالة تولي فيها المحكمة بشكل كامل على أرض فلسطين المحتلة وتعطيها الحق التلقائي بالتحقيق في كل الجرائم التي ترتكب على أرض دولة فلسطين العضو في هذه المحكمة ومنذ ذلك التاريخ والمحكمة تقوم بالتحقيقات وجاءت وزارتنا هنا واجتمعنا مع ممثلين المحكمة في أكثر من مرة وبالمناسبة هناك وفد من وفد فلسطيني رسمي ولكن نحن نطالب هذه العملية الطويلة والحبال الطويلة أن تقصرها المحكمة وأن تأخذ مسؤوليتها وأن يتم حم عمليا بدء المحاكمة لساسة إسرائيل وقادتها العسكريين لأن الجرائم بائنة والقانون بائن وواضح وهذا إجراء أساسي ولكن لن نتوقف هناك كما أسلفت لك أخي الكريم نحن نعرف أننا الخندق الأول وخط الدفاع الأخير عن قضيتنا نحن حقيقة بناء على تفاهمات وضمانات واضحة من الولايات المتحدة والعالم دكتور حسام الوفد الموجود الفلسطين الموجود في لاهاي الآن لتقديم لتقديم شكوى ضد إسرائيل في موضوع الاستيطان الوفد الموجود الآن في لاهاي لكي يحث المحكمة على أخذ مسؤوليتها وبدء التحقيق نحن انتظرنا المحكمة طويلا هناك طريقتين الطريقة الأولى والأنجع والأهم أن تبدأ المحكمة بالتحقيق تلقائيا ذاتيا وتصل لقناعة أن هناك جرائم حرب تقترف ويجب التحقيق نحن نريدها أن تبدأ هذه العملية وبدناش نبدأ الموضوع من أوله ولكن ولكن دعني أؤكد إذا ما وجدنا واكتشفنا أن هناك تقاعص من قبل هذه المحكمة لأسباب سياسية وحسابات مصالح وقوة سنفعلها نعم نحن هذا حقنا حقنا أن نستخدم الأدوات القانونية الدولية لكي نوقف هذا الاستعمار المصعور وهذه جريمة الحرب اليومية ولن نتوقف عن ذلك ولكن نأمل أن يأخذ العالم مسؤوليته ونأمل أن تكون هي العملية الطبيعية هذا التوجه نحو العالم دكتور حسام وبدقيقة واحدة بقيت معنا التوجه نحو المؤسسات الدولية الجنائية الدولية هذه المؤسسات كلها تعرف أنها مسيسة الولايات المتحدة إذا لم توافق للمدعي العام الدولي فإنه لن يحرك ساكنا هناك أكثر من ملف دولي كما تعرف وأمثلة كثيرة عنها كان هناك مطالبة بمحاكمات ثم تم التراجع عنها لأسباب سياسية لكن التوجه الحوى الداخل دكتور حسام ماذا عن توحيد الصفوف الفلسطينية ماذا عن الانقسام الفلسطيني ماذا عن الاتفاق على برنامج موحد على رؤية موحدة لمواجهة خطر قادم يبدو نتنياهو وترامب التصعيد تجاه الفلسطينيين قادم ليس في القدس و48 والضفة بل حتى في غزة ويمكن بالشتات نعم نعم ولكن لهذا بدأت البرنامج أقول هناك مصارين الأول هو الدولي الأول هو تأسيس نظام عقوبات على إسرائيل وبالمناسبة قرار مجلس الأمن يطالب بهذه العقوبات يطالب بتفريق دول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعامل مع أي شيء يأتي بتصديرا أو استيراضا من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل وبالتالي نحن لأهم نريد أن نبني هذا النظام ونخنق هذا الاحتلال وهذا الاستعمار قانونيا وسياسيا واقتصاديا واقلاقيا ولكن هذه رجل وحدة نحن بدنا الرجل الثاني الرجل الأساسية وهي الشعب الفلسطيني واشتباكه مع هذه الحالة ومقاومته وأنت على حق تماما يجب أن تنتهي هذه الحالة الانقسامية لهذا أعلنت الحكومة الفلسطينية الانتخابات البلدية ولهذا نحن نريد حكومة وحدة وطنية لكي يكون انتخابات شاملة كاملة ولهذا نريد مجلس وطني وكان هناك في بيروت كما تعلمون اجتماع لللجنة التحضيرية للمجلس الوطني حضرة حماس اليوم هناك قرار لدى الرئيس الفلسطيني لدى القيادة الفلسطينية بأن نقفل هذا الفصل الأسود كي نتجمع جميعا باتجاه حقوقنا تهى الوقت للأسف الشديد دكتور حسام زملت مستشار رئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية كنت معنا مباشرة من رامالله ومشاهدين المسائية انتهت شكرا المتابعة إلى اللقاء